هذا ومن المقرر أن يتسلم الصليب الأحمر 30 أسيراً فلسطينياً من سلطات الاحتلال ضمن الدفعة السادسة بصفقة التبادل حيث بدأت سلطات الاحتلال إجراء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المشمولين ضمن الدفعة السادسة من الصفقة التي تتضمن الإفراج عن 15 سيدة و 15 قاصراً وجميعهم من الضفة الغربية والقدس اشتركوا في القناة